أنا أمازون أمازون؟ ما سألت تقول؟ أمازون هنا؟ أمازون هنا، ويسنون ليت في مكان لا تبدأ أن أمازون هنا؟ أمازون هنا، أمازون هنا لا يمكن أن يكون الفيديو طويل لكن أنا سأحاول أن يجزئوا لا تجدوا أنت كل شيء سوارناه بفديو واحد ولكن ستجدوا بسلسل وردتاني نحكي بأمور كثيرا هذا الفيديو الأول سترى ماذا هي هذه؟ دعنا نعرفهم عليك صديقة، لو أنت جديدة أخرى ترى هذه الفيديوهات الجميلة، لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجلس لكي تصل على كل الفيديوهات جديدة و لو أنت معنا صديق أديم، فلا تنسى تعطي للفيديو لايك دعونا دعونا أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم السيمال السرائيلي من قناة لوسكيتس وهالمرة أنا معنا شاب خالد خالد شخص يعمل مع الأمازون سنعمل مع الأمازون فليكس أنت تبدو بأنفسك في هذا الفيديوهات شخص أصدقاء الأمازون فليكس وموري تمام الحمد للرب العالمين مبسوط وكله تمام ما فشي بخوف عندما تعمل تعمل معهم أنا صلت اربعة شهور عم بشتغل مع الأمازون فليكس و اربعة شهور وبالنسبة للشغل كم ساعه يحقلك شتغل بل اسبوه اربعة و عشرين ساعه حقلك شتغل بالاسبوه اربعة و عشرين ساعه من السبت لا سبت من السبت لسبت ست ساعات 4 ساعات و 6 يام 6 يام و 24 ساعة احتمال اليوم تشتغل فيه 8 ساعة أو 7 ساعة مهم مختصر تشتغل بالاسبوة 24 ساعة بالشهر تقريباً بين 90 و 96 ساعة حلو بين 90 و 96 ساعة يعني خانا قول ميت ساعة مشان هيك الحسابات تطلع نعم بين 90 و 100 و هلأ قلنا نستند دورنا و راح نشوف أربع ساعات و راح نشوف أربع ساعات و كم باكيت حلو هذه الساعة اللي صارت واحدة وربعة نعم واحدة وربعة واحدة وربعة وعند 10 دقائق نأخذ الباكيتات و نشوفكم بعينكم كم باكيت أخذنا و كم ساعات هالأربع ساعات حلو ممنوع تفوت على الامازون بدون هاي الفستة هاي الفستة أول ما بتجي على الباب تلبسها و بتفوت فيها ممنوع تشاهدون الناس كلها راح تشوفوهم باللقطات اللي حتطلع كلها كان مثل راح كانوا الفريقا ثم Edition كان هاي الفريقا اولا بدا يجس الى شابا و لانا تجي دورك الشغلي اللي بعدها انك يعمل لك متل تشيك ان انك انتي وصلت يعني وانتي فرطه يعمل لك كنترول انتي الشخص او انتي مش شخص احتمال يطلب منك الشهات السواقة احتمال ما يطلبها يعني ايام يطلبوها ايام ما يطلبوها عسب عملت سكينار واسمي عنده على اللستي منازل شخص عليه انه انا موجود حلو شطب انه انا موجود انك انت موجود يعني ان سجلت انك انت صرت موجود رحفو تلقنا اسلم الباكيتات من جوه كم عمل الباكيتات سكينار مرة اخرى هلأ كم باكيت حطينا بالسيارة هلأ عبينا الشغل ما كان فينا نصور وقت تعباية الباكيتات لانه كان ممنوع اجاز الشاب واننا ممنوع التصوير بشأن الحقوق وما حقوق الامور مهم وقفت التصوير وحطينا الباكيتات بالسيارة وما بزنبيني عليكم هاي في هون 2 وفي الباكيت وراء اخرش هلأ بس لا شصم اصور لكم ياهون كم باكيت كانوا؟ كانوا 36 باكيت ستة وثلاثين باكيت وعالبرنامج كما كانوا شايفين هاد البرنامج شايفو؟ سوا هاشري خليك هلا ام هاد البرنامج نظام هلا بمشي علي هاد البرنامج هاي فشتون بحط لهاك المكان يبدأ خططها عليه وبيعطيك هم كم سطوب طلعوا معنا؟ 22 سطوب هاي بعطيك ها حتى البرنامج انه كم سطوب عندك وكم مرة راح توقف فيهم ايه وين هو سطوب الـ 22 اخر واحد هاد اخر سطوب 22 36 باكيت وين هو سطوب كم سطوب باكيت بـ 19 سطوب لانه في 3 يروحون 22 بس 3 يروحون من ارضهم من عندهم بشيلوهم ويظل عندك اليوميا كل ماك تروح تجيب بشيلو لك ضايما بس يكون معك 20 سطوب بشيلو لك 3 4 2 سطوبين بس محسوبات من سطوباتك طبعا حلو تمام هاي ونتي عليك الباقي ماذا تتوقع الى اربع ساعات ؟ الساعة واحدة ونصف انطلقنا الساعة واحدة ونصف لانا من اللاقار لانا لدينا اربع ساعات لحتى نوصل هال 22 طلبية 22 طلبية معنا اربع ساعات انخلصتهم بنصف ساعة انخلصتهم بخمس دايين انخلصتهم بعشر ساعات هاي شغلي بتعود الى اك شو تقديراتك كم تفتنا نخلصه ؟ انا بالنسبة لي ان شاء الله تعالى ساعتين ساعتين ونصف بكوني خالص منه خلال ساعتين ونصف المفروض نحن نخلص من وصل تلك الترابيات كلية ونعمل فيها و الساعتين او الساعة ونصف اللي بقى الاضافيات شو وضعون هاي شو هاي هاي شو هاي محسوب لك انت اربع ساعات انت اخذ انت اخذ تلق تصل اربع ساعات وانتخلصهم بساعة خلص بخمس دقائق وانتخلصهم بسبب ساعات رح ينزل لك اجار اربع ساعات فقط تمام تمام هذا الكلام جميل ولا باقي ديئتين لحتى نوصل اول زبون هذا طبعا كله البرنامج كله بحط لك البرنامج يعني انا مت ما شفت الحد الان باع الخطوة اللي عملناها كان الموضوع بسيط جدا تلبس الفستة تبعك بتفوت تستنى دورك بتاخد الطالبيات تعمل لهم تشيك ان حلو انه صاروا معك بتحطهم بالسيارة بتعدهم بتتأكد منهم بتصبت امورك طيب شريك وصلنا اول زبون يا حبيباتي ورح نو اتديلوا لطلبية اول طلبية ومنرجع لكم طلعا 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 طب شنو مخ دور علي اسمه هلا هلا كل باكت شنو مدح تعرف انه هذا زبون من تبعته يا غالي كل باكت مكتوب عليه رقم بناء ورقم الشارع واسم الزبون تمام ثلاثين طلعا هلا شو خطوا اللي بعدها هاي لقين الطلبية بكون معك تستل مشان خاف ما تلاقي زبون تعطيه جارو وتكتوب اسمه اسم المستلم واسم الجار تحطوه البغيفكاستا هاي في حال ما كان موجود طريق اذا كان مو موجود بدي يعرف وين حطت له الباكت طمام طب وفي حال كان موجود هو هني كان موجود هو هاي ما في داع الها على برنامج يطلبوا منك توقيعه توقيع زبون توقيع تمام الشارع الكويسي انه كلهم قريبين على بعض طلبيات اللي بتأخده ما رح تلاقي وحده وحده بالغرب تلاقيهم كل هاتم مجموعين بمكان واحد يعني ممكن انت تنزل تصفي سيارتك مكان معين وتروح الرجليك توديوه هاي ما كانت عامل لتعرف السيارات او الناس اللي جنبك انك انت تعمل امازون طريقتين الطريقة الاولى انك الفيستي عندما شوف الفيستي رح يعرف انه انت عامل او عم تشتغل هون بس انفطرد انت صفيت السيارة و تكونت بره فما شافوك انك انت لابس الفيستي هاي فيه ناس تحط على سيارته من وراء او هيك على لوحة او على وراء انه في عبايتن باي امازون او في كومنجلاج او 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 اي شغل من الكلمات لم يكن باية داعي خالفوك ナس وتخافق والشرطة انت صاف في مكان يعني غير المكان المسموع فبستحط الورقة هاي بالسيارة لان تعرف الناس او الشرطة و اي شوزهن اك انت راجع بسرع ماناك مطول تعرفت شلون هاي نقطة حبيباتي يا اصدقائي ميلا اخر طلبية راح خالدي وصلها و تعتبر يعني خلصتن اليوم خلصنا 22 طلبية عاد شلون تعرفت على الامزون فلكس شو اللي خلاك انك تشتغل فيه شو اللي خلاك تشتغل تبلش فيه والله اول ما شفت انا اعلانها على جوجل طمام اعلان الامزون فلكس على الاجوجل و الساعة و 25 يورو و انت شيف حالك و انت محد اقلو عندك بشتغل عكيفك و من الحكي هذا يعني فقررت روح انا على الشركة شفت وين الموقع عندنا ببرين طمام فارحت عرام شخص صاحبه ايو رح نسجلنا عندون عطونا التعليمات و فمنا منهم شو المطلوب مننا و شو بدهم مننا و شو احنا بدنا منه يعني شو لنا و شو لمنا فلمنا مالذي يعني حال و شو بلش قبل ايو ايو انا بعد و فترة شتغلت عملت غفايه باو و الهو عمل اول شي بلش شغل بدون غفايه بدون شي بدون شي ايه حالو لأنه كانت طالع من الدولان ومختلف شوية طمام لان رحت أنا قدمت إنه شغل إنه شغل يا فأخاولوا هل يجب علينا قيبه اغباء طمام موظف الجوبس انتر عندي فرح نعملنا قيبه اغباء بالفنانس أم طوحنا تسجلت ايه علا فنانس أم بالبلدي عملت الالفنانس أم بتعبير طالبهم منك الوراق بتعبيرهم بتأخذ لني هن وصلنا عزبون الثالث 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 كيف تكون مبينة ثالثة؟ هذا الثالث يبدأ الساعة وحدة ونصف الآن الساعة وثبتين الثلاثة وثبتين الثالثة ليست سعيدا الثالثة ليست آخر زادة الإستراحة هل تخلصنا؟ لقد قلت بالنسبة لن تخلصنا الثالثة ليست ساعة الثالثة ليست آخر موسيقى اشتركوا في القناة